السلام عليكم ومرحبا بكم في ليدي ليس ديواليد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر هذه الوصفة اليوم اللي هنحطها لكم مور العيد يعني مور ما درنا الحلوات على العيد خليت شيئا وقت قلت ما نحط لكمش لي فيديو على بيب لي الناس توليد دير غير تعسلك ومام اليوم ما جفلكم وصفات تعسلك يعني له له مام أنا ما يش حب ننطيب حاجة شوية كومبليكي هاد الوصفات اليوم لح تكون قراتها تعشها ولم ما رح ندروه في المقلع سهل ماهل يجي بزاف بينين ما فيش ما فيم يعني ما تشعلوا الفور ما توجدو تاك البلاط على القراتان على الفور ولا ديرو كل شي في المقلة ويكون فطركم ولا ولا عشاكم يكون واجد المهم نبدأ ونشوفو الوصفات أنا هنا حطيت المقلة تعي فوق النار شعلت عليها النار وح ندير الزيت تحبو تديرو شوية زيت سيتون شوية زيت تحبو تديرو شوية زبطة مع شوية زيت مكم ما تحبو وش رح ندير هنا رح ندير الجاج تعيي الجاج أنا استعملت الكويس شريتهم قلت لجواج يدي زوسيهم لي وما بعد نقيتهم وقطعتهم نحيت لهم شحمة زايدة بس كعبكم لي لكويس فيها شحمة زايد على البلون سما نحيت لك شحمة زايدة وقطعتهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه لكويس يجو بزاف بنان في الشاورماء ولا القراتان تح الشاورماء ولا ممي داداتو شاورماء يعني في الفور ولا يجو هاييرين خير من البلون يجو طريين وما ينشفوش مشين هاش فين نحط الجاج تاعي كما راكم تشوفو في المقلة راح نجي ندلو يزي بيس أنا وش درت الفلفل كحل يزي بيس الخاصة بالشاورماء لي تباعوا هادو كميلونج ودرت التوم بودر والملح هادو هما يزي بيس يدرتهم ولاموطارد لازم مع الجاج على بالكم البنة تاع الجاج كامل على هاي في لاموطار درت واحد مغرفة كبيرة هكذاك وراح نخلط الجاج تاعي ونخليه اي طيب لازم الشاورماء على بالكم دايما وللجاج كيتحمر بيان راح يتلق البنة تعوه يجي بنين خرم الجاج اللي مايكونش محمر طيب كنا وش ندين نخلي الجاج تاعي طيب بيان على نار متوسطة حتى وين ينشف يتلق المتاعوه مع الول ومبعد ينشف ومبعد يتتحمر تحميرها خفيفة اللي تم اراح نجي نزيد له البصل هندي حبات عبصل تكون هكذاك متوسطة مش كبيرة بزاب قطعتها اراح نجي نضيفها مع الجاج ونخليها تتقلها نقص النار كامل باسك دوكال الجاج تاعنا راه ونشف بسما ماكاش زيت بزاف باش البصل تاعنا يدبال على نار متوسطة نقصوه كامل نخليه نخله يدبال بعاقلو حتى وين يدبالنا بيان هنا اللي بصلتاعي راه ودبال دوكوش راح نجي ندي راح نجي نزيد الباطاطا الباطاطا هنه هونتو ما وش تحبو عندكم ليشوا تحبو تديروا الباطاطا مقليات تقدروا تديروها أنا القليل أني نقص الماكسيموم باسك على بلكم في رمضان يكونوا بزاف ليدا بعد بيامو رمضان نقص ناكل حاجة لتكون شوية نقصة في ليدا نوك هنه ندي الباطاطا المحمرة في الفور ولا في الأير فراير كي ما حبيتون توما ما يلازم تغلوها من قبل هذيك تحمروها في الفور ديراكتوما ولا في الأير فراير ديراكتوما جاملة تخرج لكم طيبة بيها نوك نغليها من قبل على حسب النوعيات على الباطاطا من ذاك تغليل يزوش دقائق نمسها لقاها طرية من ذاك حتى الخمس دقائق لقاها طرية نصف فيها درت لها زيت زيتون درت لها شوية عشاب عطرية ودرت لها شوية تون بودر الملح خلطتها بيها وحطيتها في الأير فراير تحمرت ولا تقدر ديها تانيك في الفور كيف كيف خلوا زيدوا كامل الفور تاعكم وخلوها تتحمر وإذا حبيتوا ديوبات تمقلية تقدر ديوبات تمقلية في البلاط على القراتا كما هكذا وما بعد وش راح ندير نجيب هنا يا للفرمج الطريق عندي الفرمج هدك فوندو راح ندير هكذا نرمي شوية مرسوة من ومن ومن باش يجي للقراتا نتعني يجي مفرمج بيان يعني على بالكم الفرمج هو البنة تعليه قراتها نحط للفرمج هكذا الطريق وراح نزيد نجيب تانيك كرام ليكيد كرام ليكيد ندير هكذا من الفوق نفرغش عيني ميزاني يعني مكاش كيل باين نحتوي نشوف القراتان تاعي يبان لي مشمخ يعني ما نديروش قراتان أشف هكذا يوم وراح نزيد من الفوق الفرمج رابي يعني قراتا كي ما نديروه في الفور كي ما رح نديروه في المقلة فرمج رابي نستعملت شيدر شيدر شفوه في القراتان شيدر هو المخير ولا تانيك القودة القرير ما يجميش بزاف في القراتان عندما كنتو ما تحبوو تديرو القودة أو الشيدر هو الشيدر هو المخير وما مرخيص بارابور للأخرين يعني نوكا رح نجي ندير الفرمج من الفوق هكذا نمشيه كامل وراح نغطيها نجيبكاش غطيوه ولسنيوه على حسب المقلة تاعكم إذا كانت غطيوه سبيسيال تاع المقلة تاعكم خير وخير ونحطوها من الفوق نغطوه هنا راكم تشوفو ما زال تغليلة كنا ما دبيه باش شغل القراتان تاعي يتجمر شوية ومبعد نطفي النار غير نكمن نزيد الفرمج رابي نطفي النار نغطيها كي ما وقتلكم ونخليها وحد هكذاك خمس دقائق هكذاك رح يدبناء كامل هذك الفرمج ويكون القراتان تاعنا واجد يجيب زفن يعني هاد القراتان هاده بارميل لقراتان مخيرين عندي اللي نحبوهم لي كي نكون عيان نديرهم لأهلة قلتلكم تحبو البططة تحمروها ولا يعني باش تكون صحية شوية حمروها ولا حبيتوها مقلية تقدور ديروها مقلية الموهم كي ما قلتلكم يجي هايل إن شاء الله الوصفات اليوم تكون عجبتكم إذا عجبتكم بتنسوش تديروا الناجم تابعوني وتفعلوا الجرس باش لحقوكم كامل الوصفة في التلقيه تدخلوا لإنستغرام فيسبوك لاباش فيسبوك تيك توك تعيي تلقوهم كامل حتى في صندوق الوصف أبوني فيها ما قدر باش لحق لكم الجديد وما بتلقوا لي فيديو التماتيك الصغار مش هكمت على اليوتيوب لحقنا الدكاء لله فانت على فيديو بقالي ونقول لكم تهر الله في رواحكم وتبقوا على آخر